يتعثر سكان الموصل بتحويل المبالغ أو استلامها من شركات التحويل المالي نتيجة توقفها عن العمل بأمر حكومي سابق لكنها اليوم وبعد قرار الحكومة الأخير تستعد للعودة إلى المدينة اليوم المواطن الموصل بمحافظة اثنين وديواجه مشاكلة كبيرة بصوص التحويلات أو الحوالة من قبل السيرفات اليوم أنت ما تقدر تحول مبلغ غير محافظة أو ما تقدر تتعامل بالعملة الدولار أو بالعملة الثانية بسبب أنه ماكو مكاتب أصلا تحويل سبعة عشر شركة لتحويل المالي من أصل ستة وسبعين في نينوى سمحت الحكومة لها بمزاولة التحويل المالي بعد توقف دام سبع سنوات إثر الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي سماح مشروط بإيقاف العمل بتحويل العملة الصعبة واقتصاره على الدينار العراقي حاليا لحد الساعة الشركات الصيرفة 17 شركة مرخصة حاليا بالموصل يعني الضغط اللي جاي يصير على الشركات 17 شركة بس حاليا التعاملات بالدولار حاليا ما نقدر نتعامل بالدولار أول شيء لأن السعر متفاوت يعني ما ثابت فاللي بيع يخسر واللي يشتري يخسر وتقول رابطة صرافة في نينوى أن القرارات الحكومية التي تصدر من جهات العليا لم تلاقي أي تنفيذ على أرض الواقع حتى الآن أنا أعتقد هذه القرارات تطلع بالبرارة المستواصل رئيس وزراء قال كذا أو فلان مسؤول قال كذا ما دي يصير لقاء مباشر يالبنج المركزي أويا ممثلين عن محافظة في نينوى حتى يوصلون المشكلة بصورة صحيحة يقدر المستثمرون والتجار في نينوى أهمية الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين قطع التحويل المالي لكنهم يرون بالمقابل أن تقييد عمل شركات التحويل جعل المحافظة بيئة طاردة للاستثمار والشركات التي تحاول الدخول إلى السوق المحلية عمر أزيدواني نيوز الموصل